لا نفع مع كمامة او اثنتين ان كان الامر يتعلق بوباء اخطر من كورونا هنا في البصرة باب دخول وباء لم يتوقف منذ العام الفين وسبعة عشر قبل هذا كانت لفظة الارجنتين على لسان المتظاهرين ذكرا تكشف ضلوع ايران في تدمير شباب العراق وتسريب كميات ضخمة من كريستال ميذ اليوم بدت الصورة اكثر وضوحا لكنها الاكثر خطورة في ذل تفشي الفيروس التاج المستجرين لا مفر من انتقال عدوى المخدر والادمان عليه انفلات متزايد تحت وطأة البطالة ونفوذ المنافذ وسطوة ايران تنطق واضحة على وسائل الاعلام فلا ارجنتين او كلمات تغطي على فضيحة تدمير شباب العراق في الفين وسبعة عشر كان سعر الغرام الواحد مائة دولار بينما اليوم وصل الى عشرين الف دينار عراقي ارتفعت نسبة انتشار المخدر الاخطر الى اربعين في المائة لكن الخطورة التي تطلب حلولا جذرية عاجلة هي زيادة نسبة تشار المخدرات في البلاد الى 30% على ما يبدو ان الغياب الحكومي وعدم ضبط التهريب فاقم من صعوبة الامر الى حد وصل فيه العراق اليوم الى تواجد اماكن لتصنيع المخدر في مناطق مختلفة من العراق الاف من الشباب وقعوا في مسيادة الادمان على الميثامي فيتامين الكريستالي ليغرق العراق فيه بنسبة اكبر من غرق ايران وافغانستان بالافيون والهيروين كريوين